مانشستر سيتي بيواصل مطاردة أرسنل بسلاح الفتاك أيرلين هالند اللي يسجل النهاردة هات تريك في مارما وولفر هامتن بواقع هدف في الشروط الأول وهدفين في الشروط الثاني الفوز بالتأكيد بيرفع رصيد سيتي لـ 45 نقطة في المركز الثاني ويظل وولفر هامتن مع مدربه جولين لوبيتيجي متأزم جدا ويتوقف رصيده عند 17 نقطة في المركز السبعة عشر كلام أكيد النهاردة عن هالند الحقيقة رغم صغر سنه أنه بيقصر أرقام قياسية في موسمه الأول لو بصنا مع بعض لسجل النجم منشستر سيتي والدولة الإنجليزية في موسمه الأول هنلاقي أنه أرقام هالند في الموسم الحالي الحقيقة بتتحدث عن نفسها وصل للهدف رقم 25 في الموسم الحالي من الدولة الإنجليزية علشان يتخطى عدد أهداف هدافي الـ Premier League في كل موسم خلال المواسم الأربعة اللي فاته آخر لاعب سجل أهداف أكتر من هالند في موسم واحد كان النجم المصري محمد صلاح لما سجل 32 هدف في موسم 2017-2018 أرقام هالند موقفتش عند كده بس ده كمان وصل للهاتريك رقم 4 في موسم واحد خلال الموسم الأول ليه يعني سنة أولى دور الإنجليزي هالند بيحقق أرقام قياسية لم يحققها يعني أساطير اللعبة في دور الإنجليزي وبيتفوق هالند على النجم الإنجليزي وقائد نيو كاسل السابق ألان شيرر اللي سجل خمسة هاتريك في موسم واحد ده كان موسم 95 موسم 96 هالند يعتبر أكتر لاعب سجل عدد أهداف على ملعب الاتحاد في موسم واحد في البريمير ليج متفوق على أجويرو أجويرو كان سجل عدد أهداف أقل رغم طبعا فارق الخبرة وفارق الإمكانيات اللي كان طبعا عليها أجويرو في عز توهجه مع منشستر سيتي هالند بيسجل 8 أهداف في 11 مباراة على ملعب الاتحاد في موسم واحد بيتفوق زي ما قلت لحضراتكم على سيرغيو أجويرو عفوا هالند سجل 18 هدف واجويرو سجل 16 فهنا بنتكلم عن أرقام مزهلة للاعب مزهل أعتقد يعني هنبتدي نسمع عنه كتير جدا جدا في المرحلة المقبلة ده هالند اللي بدأ أنه هو يفرد سيطرته بقوة في الدورة الإنجليزية